موسيقى محب أعطي فرصة للمشاهدين أنت بتشاهد برنامج لياك النور وحديثنا مع الأخت كاثرين شهوان من منطقة بيت جالة بيت لحم وكاثرين أصيبت بمرض السرطان مرض صعب جدا وحاولت تتعالج عدة مرات بمستشفيات الضفة في فلسطين ذهبت لمستشفيات إسرائيل في تل أفيف وفي تل أفيف حتى العمليات ما زبطتش والنتيجة أنه بتروا رجلها وبعد هذا الوضع صار فيه زي أمل أنه فيه علاج جديد في ألمانيا راحت لألمانيا على أساس تتعالج ويا للصدمة أنه رجعت من ألمانيا وعلى أساس أنه ما فيش علاج لما رجعت مرة تانية على مستشفى في إسرائيل قالوا طبعا الصدمة الكبرى أنه مش رح يقدروا يعملوا العملية يزيلوا كل الأضلاع أربع أضلاع والأورام لأنه في عندها مرض سرطان في الرئة اسمه ساركومة والمد اللي أعطوها إياها وهي حاليا يعني مثل ما شايفينها أعطوها تلت شهور هذا الوضع من شهر أو شهر ونص لكن إحنا ما زلنا نثق في الرب هذا الوضع اللي مرت فيه كاثرين موسيقى موسيقى